كشفت مصادر مقربة من الحكومة في بغداد ومن فصائل مسلحة عن أن الهدنة غير المعلنة ما تزال قائمة على الرغم من وقوع هجومين مؤخرا وذكرت المصادر أن الهجمات على قاعدتين أمريكيتين في العراق وسوريا لم تكن بموافقة المنظومة التي تنضوي تحتها الفصائل المسلحة ما يشير ذلك إلى احتمالية وجود خلافات ضمن الفصائل فيما يتعلق بالستراتيجيات العسكرية أو طرف ثالث يهدف لإشعال فتيل الصراع مع الأمريكيين وأضفت المصادر أن الفصائل تدرك مخاطر الرد الأمريكي عليها في حال أدى أي قصف إلى مقتل جندي واحد فالنتجة ستكون مقتل قيادي من الخط الأول كما حدث مع السعدي والسعيدي